اشتركوا في القناة اسباب هذه الظاهرة لما نشوف صعودها وهبطها بالله انها بتصعد مع الفقر وبتتراجع مع درجة من الارتياح الاقتصادي او نمو او معدلات افضل للتنمية رئيس الوزراء ابراهيم محلب كان في اسيوت مركز معلومات اسيوت اداله تقرير عن وضع الفقر في اسيوت اسيوت ليه تاريخ عظيم واهالي رائعين وموقع ممتاز ولها يعني امكانات مزهلة عبر مر التاريخ دلوقتي هي واحدة من افقر المحافظات في مصر التائر ده بيقول ان اسيوت الاولى على المستوى الجمهورية في ارتفاع معدلات الفقر زادت كتير جدا في الخمس سنوات الاخيرة 80% من القرى 80% يعني الاغلبية الساحقة بدون مستشفى او وحدة صحية 90% من قرى اسيوت بدون صرف صحي يعني 80% مفيش اي وحدة صحية 90% بدون صرف صحي وطبعا بدون صرف صحي معناها ان بدون صحة لان عدم موجود صرف صحي معناها الامراض بتزيد والمستشفيات تستقبل القرى اللي هي في الجبل سواء في الجبل الشرقي شرق اسيوت او الجبل الغربي غرب اسيوت كأنها في العصر الحجري لا كهرباء زي الناس ولا مية نظيفة وعيشة في حياة قديمة جدا حتى على مستوى المراكز هلأ ان مراكز زي ابوتيج ومنفلوت وديروت ابوتيج منفلوت ديروت التلات مراكز من افقر المراكز على مستوى العالم مركز ابنوب بيحتل يعني موقع متميز جدا في انخفاض وتدهور معدلات التنمية القرى اللي بتزيد فيها حالات الطار هي القرى اللي فعلا ما فيهاش اي تنمية ولا اي استثمار ولا اي اقتصاد ولا اي تواجد حقيقي للدولة قرية زي المعابدة اللي كل شوية بنشوف فيها طارات ومشاكل درجة ان فيه مستشفى في قرية المعابدة الاطباء بيخافوا يروحوا لانها غير امنة بالنسبة لهم المعابدة فيها مية الف نسمة والعشر تلاف اخرين غير مسجلين بتاع مية وعشرة الف نسمة يعني قرية كبيرة جدا انما المعابدة نسبة التنمية اللي موجودة فيها لا توجد تقريبا زيها زي ما قلنا بقية القرى والمدن والمراكز في محافظة اسيوت اللي عايز اقول حضراتكو واللي اتمنى ان السيد رئيس الوزراء بعد ما تسلم التقرير ان فيه خطر حقيقي في الصيد اذا استمر انخفاض معدل التنمية بهذا الشكل وكل شوية فيه طار الناس ممكن تشوفوا ان الطار جريمة جنائية لا هو لو تكاثر يبقى جريمة سياسية هيبقى عندك سينة فيها احداث على خلفية السياسة وعندك الصيد فيها احداث على خلفية الطار والعمل الجنائي هتلاقي اشتعال الجنوب جنائيا واشتعال الشمال الشرقي على خلفية سياسية لابد من نظرة حقيقية ومخلصة وصادقة مش نظرة كاميرات ولا نظرة قدام الصحف ولا نظرة قدام المراسلين ولا نتصور ونرجع لازم رؤية حقيقية لتنمية الصيد لان منلاقي ان القرى الاكثر فقرا في الصيد المدن الاكثر فقرا في الصيد الجريمة اكثر انتشارا في الصيد عودة الطار الى الصيد ده معناه ان الصيد اصبح فيه خطر وان التنمية اذا استمرت غائبة على هذا النحو ده معناها ان احنا اذا مش تهديد للامن الاجتماعي فقط وده مش قليل انما تهديد للامن القومي المصري الصيد زي سينة لا ينبغي ان تكون اطراف الوطن مشتعلة اشتركوا في القناة